السلام عليكم والله يسعد أوقاتكم هلأ باعتبار أنه لينوكس هو لينوكس وعلى لينوكس ممكن أني أعمل بيض مئلي وممكن أني أعمل خاروف مشوي فالجواب على السؤال الموجود بعنوان الفيديو هو أكيد نعم ممكن أني ثبت ديبيان مع بتر اف اس وهيك بيكون الفيديو خلاص وبتعي فيكم بالفيديو الجاي لكن عمالي أمزح الفيديو لسه ما خلاص بالأساس لسه ما ابتدأ فعملية تثبيت ديبيان مع بتر اف اس هي عملية ممكنة ولكنها مالها بسهولة توزيعات تانية مثل آركو مثل مانجارو مثل فيدورا ويعني تعتبر بوشهة نظري أنا شفتها ما بدي أقول أنه هي أصعب من آرش إذا كنت عمالي استخدم الطريقة التقليدية الموجودة على الويكي مع عمالي استخدم الآرش انستول لأنه في عندي بعض الخطوات اللي لازم أني أعملها أنا وعمالي ثبت النظام لحتى أقدر أني أعمل السب فوليوم بشكل صح فحتى مبارح يعني بالماكينة الافتراضية يعني عملت لي صداع بشكل كبير أنا وعمالي حاول أني نصب النظام بدون أكون مشغلة الكاميرا كانت تشتغل بشكل صح أول من شغل الكاميرا وبلش تسجيل الشاشة عملية التنصيب كانت عمالها تفشل ما كنت قادر أني نصب النظام بالأخير يعني الحمد لله ظبط أني نصب النظام على الماكينة الافتراضية مع تسجيل الشاشة والكاميرا شغالة فرح نشوف الخطوات اللي عملتها بفيديو اليوم متل ما حكيت رح يكون بماكينة افتراضية بس إذا بدك تعمله على الجهاز فعلي على لابتوب أو على أي جهاز تاني فالعملية ممكنة وهذا اللي رح نشوفه فله هذا الفيديو أنا شهزت ماكينة افتراضية مع UEFI أنت إذا فيه عندك كمبيوتر موجود عليه Legacy BIOS وما فيه عندك UEFI فالخطوات تقريبا متشابهة باستثناء عملية الpartitioning وتسبيت البوت لودر أما باقي الخطوات فما فيه أي اختلاف فهلأ أنا هم موجود على الـ Grab Boot Menu الخاصة بملف الأيزو أو بالفلاشة ومثل ما اللي شايف أنه عندي الخيار الأول إذا رح يتمعه اللي هو Graphical Install رح نرجع للفيديو الأديم اللي عملناه من فترة ولكن هذا الخيار ما رح يناسبني بحالة بحالة فيديو اليوم لأنه أنا رح يكون فيه عندي عملية انتقال متتالية ومتكررة ما بين Graphical والTerminal أو التكس فإذا عملت هذه الخطوة رح يعمل لي بعض المشاكل فلهذا السبب أنا رح روح مع Advanced Options ومن Advanced Options كمان رح شوف أنه ضمن هذا الخيار رح يكون في عندي Graphical Expert Install وفي عندي Expert Install فكمان لحتى ما أوقع بمشاكل Graphical رح روح فقط مع Expert Install هلا أول شي الخطوات اللي بتسبق عملية Partitioning رح مر عليها بشكل سريع ولكن رح أشرحها ما أنه رح رح أحملها فأول شي رح نختار اللغة اللي بدي يكون Installer فيها رح اختار اللغة الإنجليزية وبعدين بالنسبة للبلد فرح اختار البلد اللي أنا فيه باعتبار أنه ما لموجود بالقائمة الأولى فأول شي اخترت الآذرز بعدين اخترت القارة بعدين اخترت البلد بعدين نختار لغة اللوكال لغة الجهاز وبعدين نختار لغة إذا بدي ضيف أي دعم للغات تانية فممكن أني ضيفهم هلا بالخيار الثاني اللي هو إنه إذا أنا كنت من الأشخاص المكفوفين أو اللي عندي ضعف بصر وبيستخدم شاشة أو مانيتر اللي هي بلغة البرايل ممكن أني استخدمها هلا بالنسبة للطلب اللي إيجاني عن قارئ الشاشة مع دعم اللغة العربية أكيد الموضوع ما نسيته وفي أحد الطرق اللي لقيتها اللي بتوقع أنه هي الطريقة الأنسب واللي رح اعمل الفيديو عنها للأسف هي الطريقة ما اشتغلت على أرش وما اشتغلت على فيدورا حاولت أني جربها على توزيعات تانية لسه لحد الآن الخيار الأفضل هو ديبيان ووبونتو بس لحد الآن يعني فيها بعض المشاكل اللي ما قدرت أني حلها لحتى يطلع الفيديو بالجودة اللي أنتم متعودين عليها فالموضوع ما لي نسيانه وأكيد أول ما يكون الطريقة جاهزة بالكامل وتشتغل وجربها بنفسي أكيد رح اعمل الفيديو عنها هلا بنرجع للفيديو بالنسبة لهذا الخيار اليوم ورح نتجاوزه ورح نروح للخيار الثالث اللي هو إعداد أو تهيئة الكيبورد أنا رح اختار لغة الكيبورد اللي بدي إياها فبحالتي أنا رح 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 مع اللاتينية الإسباني بعدين رح أقول له أنه يعمل عملية تحري أو يكتشف شو هو الجهاز اللي عمالي أقلع منه فهو فهو اكتشف أنه فيه عندي جهاز USB اللي عماله يعطيني الكونفيرميشن أنه لا الدسك وبعدين إذا كان بدي أني خلي أني أحمل مكونات إضافية لملف البرنامج الانستولر فرح روح مع الخيار التالي اللي بعده اللي هو لود انستولر كومبوننت طبعا هاي المكونات هي عبارة عن مكونات إضافية لأنه الانستولر فيعلي كل المكونات لأنا بديها بس إذا كان في عندي أي مكون إضافي فممكن أني اختاره أنا بحالة هذا الفيديو ما رح روح مع أي مكون إضافي من هاي القوائم ورح ورح نروح مع كونتينيو طبعا لحتى انتقل بين قائمة والتانية أو بين زر والتانية عمالي استخدم زر التاب اللي موجود على الكيبورد بكافة الخطوات ما عدا إذا قلت غير هالشي فبكون إما عمالي استخدم الأسهم أو عمالي استخدم زر السبيس بار هلأ مثل ما اللي شايف أنه وقت اللي عملت اللود للكمبونت صار في عندي خيارات أكتر بقائمة الانستولر هلأ بعد الخيار اللي عملنا صار بدي أني اكتشف شو هي شو هو هاردوير الشبكة اللي موجود عندي ورح إلود detect network هاردوير وبعد ما يخلص من هاي العملية رح نعمل عملية configuration للشبكة إعداد للشبكة هلأ في حال انت كان في عندك انت شغال على لابتوب وفي عندك واي فاي فرح يطلع عندك خيارات أكتر من الخيارات اللي عندي أنا بتوار أنه بماكينة افتراضية ما طلع عندي أي شي فرحت مع auto configuration واخترت ثلاث ثواني كمدة كافية للانتصار لعملية البحث التلقائي أو الضبط التلقائي وهلأ بعد ما خلص منروح للخطوة اللي بعدها هلأ بالخطوة اللي بعدها لازم أني حط اسم للنظام فأنا رحت مع الاسم الافتراضي بالنسبة للدومين ما في عندي أي دومين بعدها رح روح بدي حط كلمة السر وإنشاء المستخدمين فهلأ أول شي عماله يسألني إذا بدي فعل shadow passwords هاي الخطوة مهمة لزيادة الأمان والسكيوريتي الخاصة بالنظام فلازم أني أعملها لأنه shadow passwords رح تكون موجودة بملف خاص منفصل عن الملفات الثانية بعدين هلأ ما لو يسألني إذا كنت بدي فعل مستخدم الroot بالنسبة لفيديو اليوم أنا ما رح فعل مستخدم الroot لحتى نشوف بعدين كيف ممكن إني ضيف إذا ما في عندي مستخدم الroot كيف ممكن إني فعله فراح نروح مع خيار نو إذا بدك يكون في عندك مستخدم الroot فبتفعل هذا الخيار هلأ منضيف المستخدم العادي بهذه الحالة هذا المستخدم رح يكون مع صلاحيات روت باعتبار أنه ما في عندي مستخدم روت فراح ضيف اسم المستخدم الاسم الكامل وبعدين اسم المستخدم وبعدين كلمة السر بنكرر بنعيد كلمة السر وبعدين يعملوا يسألني إني أضبط الساعة فأنا رح اختار الان تي بي اللي هي النيتورك تايم بروتوكول رح اختار السيرفر وهلأ بعد من تم عملية ضبط الساعة من ننتقل للخطوة اللي بعدها هلأ باختار المنطقة الزمنية وبعدين بدي يعمل لي عملية اكتشاف للأقراص اللي موجودة على الجهاز هلأ بنوصل للنقطة الأهم بكامل الفيديو وهي عملية وكيف بدي هاي الجهاز اللي عندي لحتى حط عليه نظام الملفات البتر FS هلأ انا بهاي الحالة ما رح روح مع اي واحد من الخيارات ورح روح مع المانوال بارتشنينج لانه هون بدنا نشوف كيف بدي اعمل البرتشنينج فأنا رح روح مع الديسك الوحيد اللي موجود على هاي الماكينة الافتراضية اللي هو VDA واحد فهل عفوا وبعدين رح قلو يس لحتى يعمل لي بارتشنينج جديدة باعتبار انه هاي الديسك مالو مفرمت قبل بمرة باعتبار انه هاي الماكينة موجودة على UEFI فأنا رح روح مع خيار الGBT انت اذا كان في عندك Legacy BIOS فلازم انك تروح مع الMS دوس اللي اخترت الGBT بعدين شايف انه صار الاول رح يكون بحجم 300 ميجا وهو اكتر من كافي للBoot Partition رح حطه ببداية الSpace المتاح الUse رح استخدمه كEFI System Partition وشايف انه الBoot بالFlag On طبعا هاي اللي بديه رح قلو done بعدين بروح مرة تانية للFree Space ورح اعمل Partition جديد رح ياخد كامل المساحة المتبقية واللي هو رح يكون الSystem الUse رح غيرها للPTR FS طبعا الماونت بوينت رح خليها بمكانها البوت بالFlag رح يكون Off لانه انا ما بدي اقلع من هاي الPartition وبنتقل للخيار الاخير اللي هو done setting the Partition هلا بعد ما انشأت الtwo Partitions بروح للFinish Partitioning هلا عمله اللي انه انا ما انشأت Partition Swap ممكن اني انشأ File بعدين ملف Swap او ممكن اني استخدم ZRAM رح نغطي هاد الموضوع بغير فيديوهات هلا بها بهاي الحالة وقت اللي رجعت للقائمة الاساسية هون لسه ما لانا خالصين لانه هلا هون بدي بدي اعمل Sub Volumes لانه انا لسه ما عملت اي Sub Volume فبدل ما اني اضغط على Enter او على خيار Install the Base System انت اذا كنت على لابتوب او على الكمبيوتر العادي رح تضغط على الخيار بضغط Enter هلأ هون صرت بشيل موجود ضمن ملف الايزو فهلأ اذا كتبت له DF H رح شوف انه VDA1 وال VDA2 بهاي الحالة ما عمل لهم عملية Mount على Slash Target وبعدين Slash Target Boot EFI فالخطوة الاولى اني اعمل عملية U Mount او Un Mount لهدول L2 Partitions لحتى بعدين بعمل هون عملية Mount على MNT بعدين بنشئ Sub Volumes اللي بدي اياها برجع بعمل عمل 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 Mount لل Sub Volumes الجديدة وبعدين بنشوف الخطوة الاخيرة شو هي قبل ما كون قادر اني نصب الباس system فهلأ اوشي رح نعمل U Mount لل VDA2 وال VDA1 بعدين رح قل له Mount VDA2 اللي هو الحجم البارتشن الاكبر رح اعمله Mount على MNT Slash MNT هلأ اذا عملت CD لل MNT وبعدين عملت LS رح شوف انه في عندي Sub Volume واحد اللي هو At Route FS انا باعتبار انه بعد بأخلص من تنصيب النظام بدي ننزل Time Shift ال Time Shift بيتعامل مع هيكلية محددة لل Sub Volumes لازم يكون في عندي Sub Volume اللي هو رح يكون للRoute ولازم يكون في عندي Sub Volume للHome Directory فأول شي رح اعمل بدي انسخ بدي غير اسم الRoute FS او ال At Route FS بدي خليها بس Add فرح استخدم MV اللي ممكن انها تكون عملية تغيير الاسم فرح قل له MV At Route FS الى Add فقط لغير وبعدين بدي انشئ Sub Volume الثاني فرح قل له PTR FS Sub Volume Create At Home مثل ما بالفيديو الخاص بالBetter FS الآن بعد ما اشاءت هدو ال Two Sub Volume اذا عملت له LS رح شوف انه الاثنين صاروا موجودين عندي الآن لازم ارجع اعمل لهم عملية الماونت بحالة Debian الماونت مثل ما انا شايف انه مثل ما شفنا بالخطوة اللي قبلها الماونت رح يكون موجود على تارجت فمعناها رح قلو مونت بعدين داش اول لاني بدي حط شوية options لحتى حسن من اداء النظام فهاي ال options رح تكون هي ال no a time طبعا بين option والتاني رح يكونوا مفصولين عن بعض بفاصلة فرح قلو no a time بعدين رح قلو space underscore cash بعدين compression رح يكون z std كل هاي الامور بتساعد على تحسين اداء النظام بعدين رح قلو فاصلة sub vol ما في داعي ان تكون volume بالكامل بس sub vol يساوي at وشو هو ال partition الاول اللي كان هو div vda 2 وين بدي اعمل له عملية الماونت بدي اعملها على slash target هلا بنفس الطريقة لازم اني اعمل عملية mount للhome directory ولل boot efi بس بالبداية لازم اني اعمل المسارات الخاصة فيهم فبالنسبة للboot efi مع mkd رح استخدم flag dash b لحتى يكون مسار ضمن مسار بالنسبة للhome فما في داعي لانه عبارة عن مسار واحد بعد ما انشأت المسارين رح اعمل عملية الماونت لل dev vda 1 اعمل efi ما في الها اي options بالنسبة للhome رح ارجع للأمر اللي عملت من شوي واللي كان للroot ورح استبدل ال target ب home والsub volume رح تكون بدل ال at home حلا اذا رح عملت له df h رح شوف انه صار في عندي vda 2 صار معنله عملية mount على target وعلى mnt وعلى home ما نزقى ما نخاف من انه موجود على mnt وعلى target لانه بعد ما ارشع لنهاية النظام لتثبيت النظام رح يروح ال mnt طيب هلا الواحد ممكن يقول انه هيك خلصت لا لسه ما خلصت لانه هلا ب arch انا في عندي امر خاص او في عندي امر خاص او package خاص اللي هي arch اللي هي gen fs tab اللي بتهيق لي ملف ال fs tab بحالة debian هاد الملف لازم اني عدله بشكل يدوي فهلا اذا رحت لل cd slash target رح شوف وعملت له ls رح شوف انه في عندي مسار l-etc اذا رحت لمسار l-etc وعملت له ls مرة تانية رح شوف انه في عندي ملف ال fs tab هلا بالشلة اللي انا موجود فيها ال nano نازل عندي فهلا اذا قلت له nano slash target slash etc slash fs tab رح شوف انه في عندي السطر اللي في uuid اللي هو الخاص بالpartition او بالجهاز بالدسك اللي عندي بالقرص اللي عندي بالنسبة لل uuid بحد ذاته فهو صحيح بالنسبة للمount point اللي هي slash بهذه السطر فكمان هي صحيحة وال file system better fs كمان صحيحة لكن بالنسبة لل options هاي اللي بدي غيرها فأول شي السub volume بدي غيرها من add root fs لل add فقط لغير متل ما شفنا من شوي وال default بدي غيرها وحط نفس options اللي حطيتها بالخطوة اللي قبلها وقت اللي عملت عملية المونت المونت فهلأ اول شي رح احزف كل شي بعد كلمة add وخلي بس add لحالها default رح احزفها ورح ارجع حط no time رح حط space cash ورح حط compress يساوي z std هلا هذا الكلام هذا السطر لازم عيده نفسه ولكن الhome directory فانا بالnano لحتى ما ارجع اكتب هذا السطر بالكامل في عندي اذا شفت باسفل الشاشة بالنسبة للشورت كاتس اللي موجودة فاذا ضغطت على ctrl k رح يعمل لي عملية قص لهذا السطر فانا رح قص هذا السطر وبعدين اذا ضغطت ctrl u رح يعمل عملية لازق فانا رح اول شي بعمل ctrl k مرة واحدة وبعدين ctrl u مرتين لحتى ينسخ هذا السطر فبالسطر الثاني رح غير ال sub volume ل at home وبالنسبة للمount point اللي موجودة بعد uu id رح غيرها من ال slash لل slash home رح احزف الفراغات لحتى يكون هوا سطرين محازين لبعض بعدين بضغط ctrl o enter لحتى احفظ الملف وبعدين ctrl x لحتى اطلع من النانو هلا هيك اذا ضغطت ctrl d بطلع من الشل اللي انا فيها وبرجع بضغط ctrl alt f واحد لارجع لل وهلا مننزل ال base system بعد ما تخلص عملية التنزيل منرجع هلا بالنسبة للكيرنل رح نروح مع AMD 64 انت اذا بدك تختار ال image 15 فممكن انك تختار ها نحن رح نروح مع الخيار اللي هو محدده بشكل اوتوماتيكي ما رح نغيرها وبالنسبة لل driver اللي بدي نزلها فهو عمله يعطيني خيارين اما انه ينزل generic اللي هي كل ال driver المتاحة او اني اختار فقط المناسبة لل hardware فما في اي ضرر بهذا الامر الخطوة اللي بعدها اني اعمل عملية الاعداد والضبط لل package manager فلحتى اول شي عمال يسألك اذا كان بدي استخدم package manager او packages اللي موجودة على الفلاشة او على ملف ال ISO انا باعتبار انه مواتصل بالانترنت فرح قل له no لحتى بالخطوة اللي بعدها او بالرسالة اللي بعدها رح يسألني اذا كان بدي اعمل هذا الكلام اني بدي اعمل عملية سكان بالانترنت عن طريق الشبكة فرح قل له yes رح قل له البروتوكول ما في داعي اني غيره ال http رح اختار البلد بعدين اختار السيرفر بالنسبة ال proxy ما في عندي اي شي هلأ بيسألني يعطيني رسالة اذا كنت بدي نزل البرامج غير الحرة طبعا هذا الكلام مفيد اذا كان في عندي كرت شاشة او كرت شاشة انفيديا او كرت شبكة ما له تعريفات مفتوحة المصدر فبختار ال non free طبعا رح اختار هذا الخيار وبعدين بنسبة لملف السورسيز رح نفعله لحتى يضيف هدول ال non free بال السورسيز بنسبة ال update انا رح خليها مع ما في الها داعي ما في داعي اني اعملها ضمن هاي الماكينة بعد ما خلصت من اعداد ال package manager لازم اني نزل اللي بدي اياها ومن ضمن ها الواجهة الرسومية اللي مثل ما حكيت انه رح تكون واجهة خفيفة وبعض الخطوات البسيطة ممكن اني خليها بغاية جمال فيديو اليوم ما رح يكون عن تخصيص ال XFCE هلا اول شي بعد ما يخلص من التنزيل من شوف شو الخيارات اللي رح يعطيني اياها لنجهز النظام بالكامل بالنسبة للتحديثات الاوتوماتيكية او التلقائية انا ما بدي اياها لانه انا بعمل كافة التحديثات بشكل يدوي هلا عمله يسألني اذا كنت بدي اشترك بالاحصائية عن الشعبية انا هالكلام عمله من قبل فما في داعي اني ارشع اني عيده هلا بهذه الخطوة رح اختار الواجهة الرسومية انا ال ديبيان ديستوب ما بدي اياها بيزر المصدرة او ال كيبورد بلغي تحديدها وال جنوم كمان ما بدي اياها كمان بيزر المصدرة بحدد وهلا بعد ما خلصنا من تنزيل الواجهة الرسومية ظل عندي بس اني نزل البوت لودر اللي هي الخطوة الاخيرة بهاي العملية فرح اقول له اني نزل البوت لودر هاي الرسالة ممكن اني اجاهلها بكل بساطة هلا هيك من خلصنا رح اقول له finish the installation بالنسبة للساعة طبعا هي UTC فرح اقول له yes لانه عملية التنزيل خلصت لازم اني اعمل restart او اعادة تشغيل للنظام هيك بتكون طلعت عندي light dm display manager رح حط اسم المستخدم وكلمة السر هاي النقطة حكيت عنها قبل بمرة انه light dm بحالة debian ما بحط لي اسم المستخدم بشكل اوتوماتيكي حكيت كيف ممكن انه نحل هاي المشكلة بهذا الفيديو ما رح حل المشكلة رح خليها رح حط اسم المستخدم وكلمة السر لحتى ادخل للنظام رح قل له sudo install time shift بعد منزل time shift رح نعمل الاعداد لهذا البرنامج البرنامج الback up او ال snap shot رح نشوف انه مع ptrfs او مع better fs فعملية الback up او ال snap shot هي عملية لحظية ما بتاخد اي وقت فهلا بعد ما نزلنا time shift رح افتحه رح اعطي الpassword او الكلمة السر الخاصة بالمستخدم رح نشوف عملية الاعداد المبدئية فهو مختار بشكل هو تعرف بشكل اوتوماتيكي انه نظام الملفات اللي عندي هو better fs باعتبار انه ما في عندي غير ارس واحد او partition واحد اللي هو vda name فاخترته اذا كان بدي اعمل عملية جدولة او اتمتة كم مرة باليوم بالاسبوع بالساعة فبختارها كمان رح ضيف ال qgroup رح فعل هاي ال group وهلا هيك بتكون عملية الادات خلص خلينا نعمل بالبداية نعمل create snap فراح قلو create رح شوف انه العملية ما بتاخد اي وقت اقل من ثاني وصار في عندي snap shot جاهزة خلينا قبل ما هلا اذا كان بدي استرجاعها في عندي خيار restore قبل ما اعمل restore خلينا اول شي نحذف ال vim لحتى وقت اعمل الاسترجاع رح شوف انه ال vim رح يرجع هلا ال vim ما عاد موجود رح نعمل استرجاع لهي ال snap shot اللي عملناها كمان برجع بفتح time shift مرة ثانية كمان بعطي كلمة السر هلا بحدد snap shot اللي عملتها وبضغط على زر restore كمان شايف انه رح يقلي وين بدي اعملها فهي ما في عندي هال partition واحد اللي هو موجود على sub volume add فراح قلله ثانية ما اختيت هلا ممكن اني استخدم النظام ولسه ما في عندي الفيم لسه ما لو موجود فأنا لحتى يسترجع النظام لازم اني اعمل اعادة تشغيل خلينا نتأكد انه الفيم ما لو موجود ومتما شايف انه صح انا استرجعت النظام بس لازم اني اعمل اعادة تشغيل لحتى يكمل عملية الاستعادة فهلا رح قلو اعادة تشغيل هلا اذا رجعنا فتحنا الترمينال وشفت الفيم رح شوف انه الفيم رجع ولسه موجود عندي بتمنى ان يكون فيديو اليوم عجبكن بعرف انه ديبيان ما لها نفس الشعبية الموجودة لتوزيعات تانية وكتير ناس ما بتستخدمها بس اذا شفت فيديو اليوم مفيد وممتع فلا تنسوا ضغط زر الاعجاب ومشاركة المحتوى مع اصدقائكم وصحابكم اراءكم وتعليقاتكم مثل العادة تركووا لي اياها بقسم التعليقات بالنسبة للاشخاص غير المشتركين الاشتراك بالقناة بيساعدنا على النمو وانه نكبر مع بعض يوم ورا يوم بلتقي فيكم بالفيديو الجاي وبأمان الله